موسيقى تقديم الحصيلة العمل للهيئة التفتيش والرقبة على مستوى وزارة الصحة لقاء مهم من نسبتنا يدخل في إطار توجهات ملكية السامية الرامية إلى تحسين العلاقات المرفق العام مع المواطن وتخلق الحياة العامة والمرفق العام بشكل عام كذلك في إطار سياسة الحكومة لتعزيز النزاهة على مستوى المرافق الإدارية ومحاربة الرشوى وفي إطار المختط للصحة 2025 حيث الهيئة التي تفتيش وعمالها من تفتيش من تدقيق وافتحاص أساسية بالنسبة للدعامة التالية المرتبطة بتحسين الحكومة وبترشيد استعمال الموارد إذا لم تكن هذه الدعامة قوية لن تستوي الدعامة الأخرى اللي هما مرتبطين بتعزيز الأرض العلاجي وبتطوير البرامج الصحية اليوم كذلك فرصة لكي نتعرف على الحصيلة ديال البوابة ديال الشكاية وكذلك التجاوب ديال هذه الهيئة مع الشكاية ديال المواطنين وديال المقاولات كذلك والتعامل معها وكيف كانت نستعمالها باش نحسنوا الخدمات باش نقوموا بالدور الرقابي باش نعملوا تدخولة الإدارية التأديبية في بعض الأحيان الملائمة هذا اللقاء كذلك هو فرصة لكي نعطي في إطار البرنامج الستراتيجية الوطنية لمحاربة رشوة لكي نعطي انطلاقات ديال بارامج جديدة في هذا المجال في مجال يعني تعزيز الشفافية تجويد أو تحسين النزاهة وفي نفس الوقت الوقاية من الرشوة هذه واحد الظاهرة اللي كتمس قطعنا بها جميع القطاعات بطبع الحال الهدف بالنسبة لنا هو تمنيع القطع والأطر ديالنا من هذه الظاهرة المشهنة هو يعني الحفاظ على الصورة ديال القطع وعدم المس بصورة القطع هو كذلك أن نظهر أن المجهودات اللي كيخوموا به الأطر الصحية ممكنش نسمحه يعني الأعمال بهذا الشأن هذا اللي بطبع الحال حسب الشكايات اللي كتجينا وحسب كتبقها محدودة ولكن من المؤكد أنه ما نسمعه مهم من تبنى فالوقاية الأساسية إذن هذا البرنامج اللي ينطلق غيكون فيه دوارات تحسيسية غيكون فيه دوارات تكوينية غيكون فيه دعامات تواصلية مع المواطنين باش يعرفوا كذلك حقوم باش يستعملوا الرقم الأخضر وكذلك باش دعم البرنامج تقوم بوزارة الصحة لتأهيل الفضاءات ديال الاستقبال وديال القبول لتأهيل المستعجلات على المتصور المشتفيات والعمل اللي كاقوموا بيه باشيان تكوين المستمر مع الأطر ديالنا مع المتصور المشتفيات باش يمكن يتجنبوا السقوط في مثل هاد الامور اشتركوا في القناة